كل الشكر والتقدير والاحترام والاعتزاز بشعبنا المصري دائماً لأنه هو دا داعم الداعم لقادته ولقواته المسلحة والمؤمن بأهداف كل ممكن أن نتب موعد بناشع النهاردة وفي هذه الأيام أولاً هو اللي وقف فوراً القيادات بتاعته وهنا لنا العبرة من أو لنا الدرس من قبل من بعد عرب 67 والتي أطلق عليها يعني هزيمة أو ناكسة في هذا التقيد وخرج لما الرئيس جمال عبدالناصر راعل خرج قال أنا بتناحى وأنا مسؤول قال له لأ أنت تكمل وأنت اللي تحقق استعادة الكرامة واستعادة الأرض وإحنا معاك ودعمه فهنا الحقيقة دور مهم هو دا اللي إحنا بنعيشه برضه النهاردة في ظروف قصية وصعبة جداً حوالينا في كل الاتجاهات وبالرغم من كده الحقيقة فإحنا لازم نؤكد على هذه النقطة وهي الدعم القوي لشعب المصر وبنؤكد برضه على الوعي اللي موجود أنه لازم أن احنا نبقى وعيين واخدين بالنا من كل اللي بيحصل لنا لأن دا الهدف منه في النهاية هو يعني مصر في الأساس في الآخر اللي زي ما قالوا عليه ومع الهدية أو الجائزة الكبرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة